عندما تكون البلاد بلا سيادة تصبح مشاعا للجريمة المنظمة وهذا هو حال العراق منذ عام 2003 حيث تحول إلى أكبر بؤرة للخوف وانعدام الأمان وزاده الفقر تشضيا في المجال الاجتماعي أوضاع كهذه تناسب الميليشيات كي تتغذى على مأساة الشعب لتزيد ثرواتها وسطوتها فمن تجارة المخدرات إلى الاتجار بالبشر تلك الجريمة البشعة التي تدل على إرخاص الإنسان والاستهتار بحياته في عراق اليوم تقارير محلية ودولية أكدت تزايد ظاهرة تجارة الأعضاء في العراق عن طريق شبكات إرهابية مرتبطة بالميليشيات ومسؤولين في الحكومة وتنقسم هذه التجارة إلى قسمين الأول يعتمد على انتزاع أعضاء المعتقلين والمختطفين وبيعها والثاني قيام بعض الفقراء ببيع أعضائهم وتحديداً الكلا بسبب حالة العوز وانعدام مصادر الرزق المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر وثق في وقت سابق وجود أكثر من 27 شبكة إتجار بالبشر منتشرة في مختلف المحافظات العراقية وتقوم باستدراج الضحايا بواسطة سماسرة يديرون حسابات وصفحات وهمية على موقع فيسبوك المراهقون والمشردون هم الفئة الأكثر استهدافاً للإتجار بالبشر ويتم ذلك من خلال خداعهم واستدراجهم بوسائل مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لينتهي بهم المطاف إلى أماكن مجهولة تنتزع فيها أعضاؤهم ومن ثم يتم إلقاء جثثهم في الوديان والأنهار أو في أماكن أخرى تفاقمت تجارة الأعضاء حتى حولت العراق إلى بلد في القرون الوسطى وصارت قصص الخيال المرعبة واقعاً مراً في هذا البلد العظيم